بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغه في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال وخلق الإنسان من صلصال فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من علي آفان ويبقى ويبقى وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم ويبقى 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 وجه ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان سنفرغ لكم أيها الثقلان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواض من نار يرسل عليكم شواض من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردتا كالدغان فبأي آلاء ربكما تكذبان يومئذ لا يسأل عن ذنبه إرس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يُعرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيْمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْأَقْدَامِ فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يتوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أصنان 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 فبأي آلاء ربكما تكذبان ترجمة نانسي قنقر كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دومهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهم لإنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان اسم ربك ذي الجلال والإكرام